أول حاجة يا شباب إن شاء الله بإذن الله هندرس النشاط الزراعي في العالم النشاط الزراعي في العالم قال لي يا أستاذ في البداية خالص في بداية النشاط الزراعي إن الزراع في العالم هي أساس استقرار الإنسان وأساس وجود الحضارات يعني يا أستاذ مش فهم قال لك يا أستاذ إن الإنسان أول مهاجر اول مهاجر الهضاب ونزل لواد النيل او نزل للاودية واكتشف الزراع ابتدى الانسان يستقر طب بمعنى ايه اصدق قال ان الزراع حرفة محتاجة صبر لان انت دلوقتي لما بتيجي ترمل بزور هل بتحصد في نفس اليوم او في نفس الوقت احيل بالظلط فانت بتضطر انك تستنى تنتظر بازر ثم راي ثم تنقية حشائش ثم حصاد في الاخر فالطبيعة ده بيعد على فترات زمنية طب انا عايز اقعد جنب الارض الزراعية بتاعتها عشان خاطر اراعيها تمام يا اصدق هتضطر انك تبني بيت جنب ارضك الزراعية يحميك من اشعة الشمس ويحميك من المطب صح فبنى البيت باي شكل من الاشكال سواء بقى كوخ سواء ان بيت بطوب اللبن سواء بيت كويس فده اسمه حضارة اسمها ايه يا شباب اسمه حضارة اول انسان بنى بيت جنب الارض الزراعية جيه انسان تاني راح بنى زيه جيه انسان تاني راح بنى زيه كذا حد بنى جنب بعض فهنا اصبحت قرية اصبحت ايه يا شباب قرية قرية وقرية بعد قرية مع قرية اصبحت مدينة ثم مدينة مع مدينة اصبحت اقليم ثم اقليم واقليم عمله دولة فبداية استقرار الانسان هي الزراع يبقى اهم نشاط للانسان في الكون هو الزراع كويس كويس يا شباب طب اهمية النشاط الزراعي مهم في ايه النشاط الزراعي في العالم قال للنشاط الزراعي في العالم ده من الانشطة الاقتصادية الاساسية في العالم طب ليه هو مصدر غزاء للانسان وللحيوان مصدر غزاء للانسان والحيوان طب يا استاذ طب ما هو مصدر غزاء للانسان أيضا اللحوم صح صح بصرط يكون زراعة طب هالزراعة مصدر غزاء للحيوان لو ما فيش زراعة مش هيبقى فيه حيوان اللي انت تتغذى عليه من اللحوم فإذا الأساس هي الزراعة قال لي كمان يا أستاذ ويرتبط بالزراعة تربية الحيوان انت بتقدر تربية الحيوان لما يبقى عندك بحصل زراعية تقدر توكلها للحيوان قال لي كمان هو مصدر أساسي في الصناعة لأنه بيطلع منه المواد الخام اللي بنحتاجها في الصناعة زي مثلا أنا بيطلع عندي بزرع قطن علشان محتاجي القطن ده في الملابس في الصناعة بيطلع عندي قصب سكر علشان أنا محتاجي السكر في الصناعة تمام يا شباب تمام يا أستاذ قال لي يا أستاذ عندنا المحاصيل المحاصيل بتنقاسم لأنواع المحاصيل بتنقسم لأنواع قال لي أنا عندي محاصيل اسمها محاصيل غذائية يا أستاذ وعندي محاصيل اسمها محاصيل خاصة يعني يا أستاذ قال لي محاصيل غذائية لا غنى عنها زي أنا عندي الأمح لازم كل الدول في العالم تزرع أمح لازم نزرع أمح بكسر أي يا أستاذ ده اسم محصول غذائي رئيسي عندي الرز محصول غذائي رئيسي قصب السكر محصول غزاء رئيس لإنتاج السكر تمام قال لي يا أستاذ أنا عندي محاصيل اسمها محاصيل الألياف لازم أزرعها للملابس بس الخائل بس مهمة جدا زي مثلا القطن والكتان دي محاصيل ألياف لازم أزرعها قال لي كمان عندي محاصيل خاصة دي مالها دي قال لي ده اللي الاقتصاد فقط زي زراعة الشاي زي زراعة البني قال أنا لو ما شربتش بني وشاي هموت كإنسان لأ فدي اسمها محاصيل خاصة فييدتها هي يا أستاذ للربح المادي فقط للدول يعني الدول اللي بتزراعها علشان تربح ماديا فقط دي بقى حاجة طرفيه يا مستر حاجة طرفيه بس بتساعد على الاقتصاد جدا لأنها غالية قوية في الاقتصاد العالمي ما فيش دولة في العالم ما عندهاش بني وشاي صح ما فيه فالدول اللي بتقدر تزرع المحاصيل دي لأنها دي محاصيل خاصة بتزرع في مناطق محددة في العالم لأنها محتاج مواصفات زراعية محددة فالدول اللي بتزراعها فبتبقى قوية اقتصادية تمام طب يا أستاذ قال لي تاني حاجة المناطق الزراعية الأساسية في العالم قال لي الزراع عندنا تركزوا معايا يا شباب قال لي يا أستاذ أنا عندي زراع اسمها زراعة بسيطة زراعة ايه يا شباب بسيطة بسيطة قال لي عندي زراعة متقدمة زراعة ايه متقدمة متقدمة بس الزراعة المتقدمة دي بتنقسم لزراعة اسمها كسيفة وزراعة تجارية وعلمية صح أنا مش هعمل أي حاجة للتجارية والعلمية وأنا فاهمك ما تقلق أشياء فاهمك يعني ايه الكسيفة يبقى أنا عندي زراعة بسيطة بداية وعند زراعة متقدمة بس المتقدمة بتنقسم لكسيفة وتجارية وعلمية يبقى أنا أساسا دلوقتي عارف ان التجارية العلمية والكسيفة يتشافل الاثنين في التصنيف. انهم تابعين الزراعة المتقدمة. صح? صح. طيب لما اجا اقولك يا اساز ايه علاقة بين الزراعة والنشاط الصناعي? هتقول لي ببساطة ان الزراعة بتمد الصناع بالمواد الخامس. الصح? الزراعة بتمد الصناع بالمواد الخامس. تمام? طيب يا اساز. الزراعة البسيطة. قال لي الزراعة البسيطة يعمل بها عدد قليل من سكان العالم نسأل عيلا جدا من سكان العالم اللي بتعمل بالزراعة البسيطة ركز دي اسمها خصائص الزراعة البسيطة دايما ناسألة ايه خصائص الزراعة البسيطة هتقول لي يا أستاذ يعمل بها عدد قليل من سكان العالم ضيق مساحة الحقول مساحة الحقول ضيقة مش كبيرة وتباعدها بعيدة عن بعض بعيدة عن بعض تستخدم فيها أدوات بدائية بسيطة قال لي يا أستاذ هي ما إلا توفر الاحتياجات الغذائية اللازمة للسكان المحليين وما فيش فائد للتصدير يعني ما بيتصدرش منها حاجة دولة ناس في قرية زرعوا زراعة بسيطة علشان يقدر يطلعوا محصلهم يكلوه تمام؟ قال لي طيب مناطق انتشارة يا أستاذ قال لي المناطق الحرة على هوامش الغابات الاستوائية ده فين حتة بكلامه إيه المناطق الحرة على هوامش الغابات الاستوائية طب أنا ألاقي فين الغابات الاستوائية عشان يبقى منتشر فيها الزراعة البسيطة بالظبط زي إيه منها؟ سعاد يانس زي إيه سعاد؟ زي مثلاً نحن قلنا حض القنغو صح؟ قبل كده؟ صح مش ده مناطق استوائية؟ أيه طب وكمان قلنا الأمازون حض نهر الأمازون أو غابات الأمازون مش ده مناطق استوائية؟ وفاكرين جزر أندونيسيا مش مناطق استوائية؟ أيه طيب لما يجي يقول لي بقى هنا تنتشر الزراعة البسيطة وقرّت استراليا ولا قرّت أفريقيا ولا قرّت أمريكا الشمالية ولا قرّت أوروبا أختار إيه؟ أفريقيا 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 اللي هو أحد نحر الكنغو صح؟ صح؟ صح طيب أنا بسبب هاش زراعة بسبب بسبب إيه؟ تماسك الأشجار مفهاش مفهاش زراعة أهمل فيها يا أستاذ على هواة مش على أطراف الغابات الإستوائية قال لي كمان يا أستاذ وببعض مناطق حشائش السفن بعض مناطق إيه؟ حشائش السفن صعب لو جينا بصينا كده قال لي يا أستاذ أهو قدامك أنت هتلاقي أن أنه هتلاقي الزراعة البسيطة موجودة زي ما أنت شايف يا أستاذ عندي يبقى في حود نهر الكنغو حود نهر الأمازون حود الكنغو جزر أندونيسي تمام؟ الغابات الإستوائية طيب أهم محاصيلها أهم المحاصيل هتقول لي يا أستاذ الزرا نحن عارفين الزرا والموز والكسافة والياب ايه يا أستاذ الكسافة دي؟ ايه الكسافة؟ الكسافة طبعا انتم عارفين البطاطس والبطاطا صح؟ آه نعم زيهم في الزرا الكسافة دي نبات زيهم في الزرا ايه شبه البطاطس ويشبه البطاطا تمام؟ بس الحد كبير يشبه البطاطا أكتر آه تمام؟ لأنه بيبقى لونه زي البرتواني كده يشبه البطاطا؟ طب اليام دي يا أستاذ اليام دا؟ اليام دي بقى طب يا أستاذ اليام دا؟ في حد هنا يعرف محصول اسمه الفجل في الصعيدة شباب؟ ايه ايه محدش شافه قبل كده؟ أنا شفته أنا شفته تمام طب أقول لكم على حاجة تانية شفته الجزر آه بيتزرق بالظبط دا بيتزرق وبيبقى ايه؟ المفترض جزره في الأرض وبيبقى ليه زي الفرق بتاعته كده على السطح تمام؟ على سطح الأرض أما جدره بيبقى موجود نابت جوه الأرض اليام دا نفس الشكل ولكن يشبه الفجل أكتر لأن شكله بيكون أبيض شكله بيكون ايه يا شباب؟ أبيض تمام؟ يعني هو جدر وليه كده زي سنة زرعة من فوق يشبه بالظبط شكل الجزر ولكن طبعا لما بيبقى جدره أبيض بيبقى شبه الفجل اللي موجود عندنا في الصيف بس يا رستر في منه لون بني كده؟ في منه اللي هو لون بني بس دا بنقول عليه دا يشبه البانجر اللون البني دا يشبه البانجر شوية تمام أنا عرفت شكله بس تمام يبقى أنا يا شباب عندي كده المفترض أماكن انتشار الزراعة البسيطة هتقول لي فين يا أستاذ على هوامش الغيابات الاستوائية وفي بعض مناطق حشائش السفانة بعض مناطق يا شباب حشائش السفانة قال لي يا أستاذ المحاصيل بتاعته زورة موز كسافة ياب زورة موز كسافة ياب قال لي يا أستاذ زراعة البسيطة البداية خصائصها يعمل بها عدد قليل من سكان العالم ضيق المساحة المزروعة وتباعدها عن بعضها تستخدم فيها أدوات بداية بسيطة توفر الاحتاجات الغذائية اللازمة للسكان المحليين دون وجود فائد للتصديق صعب ما ننساش ما تجيبش سيرة حفظة على لسان ما عندناك حاجة حفظة مش حاجة بيتحفظ كل حاجة في كلها كل أي حاجة لازم تفهم ماشي أنا أفهم دلوقت زراعة بسيطة بداية يا أستاذ محتاجة ناس أفراد كتير يشتغلوا بأيديهم الحقول بتاعتها ضيقة عشان كده مش أجيب مكان زراعي بمعيني ما عنديش مكان زراعة بستخدم أدوات بداية بسيطة بمعيني بستخدم أدوات بداية بسيطة يبقى الانتاج بتاعي مش انتاج ضخم ده انتاج ضعيف ما إلا بيكفح تياجات الناس في المكان ده تمام لو أنا فهمت الحاجة بالترتبات دي أستاذ هتلاقي نفسك أنت أي حاجة بتبقى فهمها وحفظها طيب عندي بعد كده أستاذ زراعة زراعة متقدمة زراعة أسماء يا شباب زراعة متقدمة قلنا الزراعة المتقدمة دي بتنقص من الزراعة اسمها زراعة كسيفة وزراعة تجارية وعلمية هنمسك أول حاجة فيها اللي هي الزراعة الكسيفة اللي هي الزراعة يا شباب زراعة كسيفة تمام؟ والله أنا عايز أسمع صوت رانا وصوت أسماء مش عارفة وصوت مليم سمير كده يعني حتى أقوله إزاي كمستر إلا خبور كده إزاي كمستر لأ منورين أستاذا مريم سمير ما عليش سمعنا صوتك كده مع صوت العصافير اللي عنده إزاي كمستر إزاي كماري نقول عليها يا أستاذ زراعة اسمها زراعة ايه? كسيفة. زراعة اسمها ايه? كسيفة. يبقى ايه زراعة الكسيفة يا أستاذ? هي زراعة الارض اكتر من محصول في السنة. زي اللي بيحصل عندنا في مصر. احنا بنزرع في مصر الارض باكتر من محصول في السنة. وده بيهلك الطرقة. جدا الله ينوري. طبعا الموضوع ده بيبقى موضوع سلبي جدا للطرقة ده بيهلك الطرقة. خاصة خاصة كمان لما بتزرع محصيل اصلا مجهدة للطرقة. يعني احنا عندنا محصيل نوعيتها نفسها هي مجهدة للطرقة. زي الرز كده يا بس. مثلا زي الرز زي قصب السكر زي القط. ده اسمها محصيل مالها مجهدة للطرقة يا شب. يعني اساسا بتاخد كل العناصر الغذائية من الطرقة. كمان انت بيمتهي موسم زراعة قصب السكر. وازرع الارض ايه زراعات خليفة. فطبعا ده بيبقى. طب ما هنا يا استاذ اترتب عليه ان الانتاج بتاعي. الانتاج بتاعي بيكون رديء. صح? بيكون يا شباب رديء. يعني نوعية المحاصيل اه موجودة وكلام ده بس بتكون يعني رديئة مش بجودة الزراعة اللي بتبقى انت زرع فيها الارض هي محصول واحد في السنة وخلاص. لان كده الارض بتاخد نفسها وبتاخد راحيتها وكمان بتجدد عناصرها الغذائية. اما احنا مش بنخلي الارض بتجدد عناصرها الغذائية. وايس كده بقى ان دولة مثلا زي دولة مصر دولة دولة حادثة ولا قديمة? قديمة. قديمة يا مصر. قديمة جدا. فمن هنا عناصر الارض عندنا هلكة. فعلشان كده محتاجين سمد عضو دايما قوي. اه تمام? محتاجين اسمد دايما للارض. ده مكلف بالنسبة لنا. تمام? طب يا السياس يبقى انا عندي الزراعة الكسيفة هي زراعة الارض اكثر من مرة في العام. في العام الوحيد. اه. اه. اه هو الاسمه ايه ده السميد صح? السميد? اه السميد اه. مال ايه طي وشان. ايوة اللي هو السميد ده هو الاسمدة. ايوة ايوة السميد الواضح ده. اه ده يعني المفود لو محصل بتنتجها يا بقى يعني ارخص صح? اه هو السميد العضوي عمتا في اي دولة في العالم هو الاغني من السميد الكيميائي. ولكن الاصلح للارض هو السميد العضوي طبعا. اه كده بيدخل فيه تركيبات يعني كده. كيميائية عشان كده بينقول عليها اسمي ده كيميائية. اه. فده بيبقى ضر شوية بالمحاصيل. الزراعية علشان كده بنقعد ننصح. انه لازم نخسل المحاصيل بتاعتنا كويس لان فيه الاراضي بتبقى. مرشيشها بقى سميدة كيميائية. مش دايما كلها عضوية. خاصة خاصة خاصة. وحطه تحت كلمة خاصة دي دول الخليج. خاصة دول الخليج. عشان يشت. عشان الصحة وكده يعني. واخدارك لازم. لا لو مزروع في الارض عندك كويس جدا. لكن انت دايما عندك المحاصيل بتاعتك مش مزروعة في الارض. دايما متجابة من تركيا. دايما متجابة من مصر. دايما متجابة من الهن. طب طبعا انا كمزارة انا عايز انتك شكله حلو. وكبير صح? صح. علشان اقدر ابيعه للخارج صح يا شباب? فبيبع عندي اسمي ده كيميائية كتير جدا برشها في الارض. فعلشان كده دايما يعني انت اكلك خضارك وفاكيتك اللي بتاكلها في الخليج غير الخضار والفكة اللي موجودة في مصر. الخضار والفكة اللي موجودة في مصر ده اسمها حاجات بلدي يعني يعني اسمدتها اسمدها قدوية. طعمها كويس غير مضرة بالصحة. حاجات كتير يعني كويسة بالنسبة. بيختلف شوية عن الخليج. خلاص? فهتم جدا. ده الاكل ازاي? يعني الخضار عندهم ازاي يعني? الخضار فيه منهم محقون بكيميائي وفيه حاجات كتيرة ومرشوش بكيميائي وكتير اسمدها كيميائية فلكن طبعا طبعا في حاجات هيئات خاصة بالسلامة. فبتقدر بتقدر ايه? بتشوفوا الكلام ده كله ومناسب لا ادمي ولا لا. ففي حاجات برضو يعني في هيئات بتشوف الخضار اللي ده خلو الفكة. ولكن زيادة احتياطات منك انك بتغسله بشكل جاي. خويس? وما تتهونوش في الموضوع ده. طيب. نكمل يا استاذ. قال لي طب خصائص يا استاذ زراعة الكسيفة. بل زراعة الكسيفة يا ما لا يا استاذ? هي زراعة الارض اكتر من مرة في العام الواحد بهدف اجباع ايه? حاجة السكان المحلين من من الغذاء والاستهلاك. تمام? المحل فقط. وعدد ما يوجد في المناطق كسيفة السكان. في المناطق يا شباب. كسيفة السكان. زي دولة مصر. طيب. يا استاذ ركز معي. قال لي خصائصها. تتطلب ايدا عاملة وفيرة. لانها تتم خلال عمليات عديدة. ما ميجي يقولك بما تفسر لزراعة الكسيفة. تتطلب ايدا عاملة وفيرة. لانها تتم من خلال عمليات عديدة. زي بزر الحبوب. الرأي تنطية الحشاش. تتم زراعة الارض اكتر من مرة في العام الواحد باكتر من محصول. في السنة الوحدة بنزرع الارض اكتر من محصول. صغر مساحات الحقول الزراعية. مما يقدي صعوبة استخدام الالات والميكانة الزراعية. طيب نركز شوية. انا عندي بيقول تتطلب ايدا عاملة وفيرة. طيب يا استاذ. هل الاراضة الزراعية. او الانتاج بتاع الارض الزراعية. اللي بيشغل فيها الالات وميكانة. بيبقى الانتاج اقوى. ولا الزراع اللي بيبقى تتطلب ايدا عاملة وفيرة. اللي بيشغل فيها ناس بيبقى تكلفتها اقل والكلام ده. اين هي التكلفة اقل? اللي فيها مكان زراعي? ولا اللي بيشغل فيها ناس ايدا عاملة وفيرة? اللي بتاتل الارخص. طيب لو جينا نبص بحزبة بسيطة هنلاقي ان طبعا الزراعة اللي بشغل فيها ميكانة. هي اللي موفرة اكتر. واكتر بمراحل كمان. ليه يا استاذ? ده انا بجيب عمالة عشرين عامل بيقى يشتغل في الارض الزراعية. بدي لهم مبلغه خلاص. قال لي لا. ما انت لو جيت بسيط انا لو جيبت جرار زراعي. وقلبت الارض. احط اللي ويب خمس ومية جنيه جاز. صح? في اليوم ده? صح يا شباب? وواحد شغالة عليها هيخد له مية جنيه او ميتين جنيه في اليوم? اه. يعني كلفني سبعمية جنيه. تمام يا استاذ. قال لي طيب انا يا استاذ لو جيبت ناس بقى تقلب الارض بيديها. على اقل خالص اجيب عشرين عامل. ولو كل عامل خد مني مية جنيه. ده اقل اقل مرتب. اقل حاجة طبعا. الكلام ده انا داخل في الفين جنيه. تمام. قال لي يا استاذ ما لعمال دولة كمان عايزين يفتروا ويتغدوا. هيكلفني الف جنيه عليهم. تمكنت الجاز اللي انا حطيته فين? للجرار. قال لي تلات تلاف جنيه. تمام? طب الوقت. لا ده العمال هياخد وقت اطول من الجرار صح? انا دفعت في الجرار سبعمائة جنيه. وكمان وفرت وقت وقت كبير وجهد كبير. اما العمال انا دفعت لها تلات تلاف جنيه. وكمان عايزة متابعة وما وفرتش جهد وما وفرتش ما. طيب ما هداخد بالك. ما ده بيأثر في حاجات كتير يا استاذ. بيأثر في ايه? انا دلوقتي لما انا صرفت تلات تلاف جنيه على الارض في التقليب وزرعت وصرفت تلات تلاف جنيه على الارض في البازل وفي التنقية الحشاء شويوي. في الاخر خالص بحسب مجمل مسلا ان انا صرفت على الارض اقول انا صرفت في السنة دي خمسين الف صح? يبقى انا يبقى انا لازم ابيع محصول بقدي ايه? بالتمانين الف. عشان اكون كسبت تلاتين الف. عشان اكون كسبت. صح. طيب لما تيجي انت بقى اشغل بالجرار والالات المميكنة. جيت بص انت صرفت على المحصول ده قدي ايه في السنة دي? يا ادراها تدرب سبعمية في تلتمية خمسة 60. انا طلعت ايضا. انا طلعت ميتين تسه واربعين الف ومتين جنيه. شكلي مسر فصل عبدالي. شك Louis. شكلا. اشتركوا في القناة معايا سمعين يا شباب اه معك في كل وقت تمام حظك ان في بنات معاني المهم لا مسكوا تعمل خلاص بقى المهم يبقى انا دلوقتي في ناس بتبيع مثلا محصولها ب13000 يبقى انا كيلو الطماطم كده بيبقى ب2 جنيه يبقى يروح للمستهلك ده ب3 صح ثم كده ناس صرفت 80000 جنيه على الارض الزراعية هتبيع كيلو الطماطم بتاعها ب10 جنيه هيروح للمستهلك ب15 صح يا شباب صح يا مر يبقى انا اختلفت الدول في المحاصيل اختلفت الدول في المحاصيل هتلاقي اخدار في دولة غالية وهتلاقي اخدار في دولة رخيصة هتلاقي فاكها في دولة غالية وهتلاقي فاكها في دولة رخيصة تمام؟ ده كل ده بينطبق على حسب استخدامهم حسب ايه؟ استخدامهم ايه في الزراعة يستخدموا ايه في الزراعة وصلت يا شباب وصلت يا ناس بس بس اسفالي طب هو يعني احسر يعني الزراعة متقدمة الزراعة البسيطة يعني يعني في اخر مقارن لا الزراعة البسيطة دي لا تقارن دي حاجة سيئة جدا ما إلا انت بتطلق على شوية محصول وبتدي للناس اللي عنها أما الزراعة المتقدمة اللي هي كسيفة هذا دي ليه الدولة صحيح وتجارية كسيفة وتجارية وعلمية طبعا الأحسن اللي هي التجارية والعلمية اللي احنا هناخدها دي شوية تمام؟ تمام يبقى الزراعة الكسيفة تتطلق بيها استاذ طب يا استاذ ليه أنا مش هينفع أنا كمثلا مزارق ليه ما ينفعش اشتغل بما يتكن في الزراعة الكسيفة طب ما أنا ما قدر اجيب جرار قال لي ما المشكلة في صغر الحقول أنا عندي مثلا قطعة أرض فدان واحد هينفع يجب مثلا القطعة دي تساوي مليون جنيه هجب لها أنا جرار يعمل مليون ومئتين ألف اختحيل فبسبب صغر مساحة الحقول ما بقدرش يجيب ايه؟ ما بقدرش يجيب آلات آلات زراعية قال لي يا استاذ يبقى أنا عندي خصائص الزراعة الكسيفة تتطلب اي دعاملة وفيرة لانها تتم من خلال عمليات عديدة زي بزر الحبوب الرأي تنقية الحشائش تتم زراعة الأرض أكتر من مرة في العام الواحد بأكتر من محصول قال لي يا استاذ صغر مساحة الحقول الزراعية مما يؤدي إلى صعوبة استخدام الآلات والميكان الزراعية طب بتنتشر فين يا استاذ؟ قال لي تنتشر في المناطق الحارة والمناطق المعتدلة المناطق الحارة والمناطق المعتدلة تمام؟ أهم ما حصلها قمح أرز قط قمح أرز قط تمام؟ طب لما أجأ أقول لك يا عمر يا خالد أهم المحاصل في الزراعة البسيطة هتقول لي إيه؟ البسيطة يا استاذ؟ عمر خالد فينه عمر خالد؟ عمر خالد الوقت كان هيتكلم دلوقتي كان موجود خرج تفضل يا عالم أنا أقول طيب تفضل تفضل يا استاذ زراعة البسيطة هتبعى الزراعة والموز واليام والفاكهة التانية اللي عامل زباطاطة دي اسمها الكسافة الكسافة كسافة كسافة ممتاز طب لما أجأ أقول لي شرعنا إيه خصائص الزراعة البسيطة؟ خصائص الزراعة البسيطة بيعمل بها عدد قريب من سكان العالم ودي المساحة الزراعية وتوفر احتاجات الغذائية بس ما بيفيدش فقد التصديق طمان شفت ضيق المساحات الزراعية؟ ركزوا يا شباب تاباعد الأراضي الزراعية تاباعد الأراضي الزراعية فيه فرق بين الزراعة البسيطة والزراعة الكسيفة فيه فرق إيه أستاذ؟ في الزراعة البسيطة تاباعد المساحات الزراعية أما الكسيفة ضيق الحقول الزراعية فيه فرق بين الاتنين يا أسر طب إيه الفرق؟ في الزراعة الكسيفة الحقول جنب بعض ولكن ضيقه كل واحد يعني أنا وآدم مثلا أنا وآدم وعمر ومنا كل واحد عندنا قطعة أرض جنب بعض ولكن كل واحد عنده قطعة أرض صغيرة تمام أما يا أستاذ في الزراعة البسيطة أنا آدم عنده قطعة أرض في منطقة معينة أنا بعدين بيجي عشرة كيلو عند قطعة أرض بعد كده مثلا سعاد عندها أرض بعد عشرة كيلو وهكذا ففي تباعد في المساحات الزراعية أما في الزراعة الكسيفة في ضيق في المساحة الزراعية تهمتوا يا شباب؟ ده الفرق فلانا أقول يا رانا أقول إيه؟ في تباعد في الأراضي الزراعية في الزراعة الكسيفة وليس ضيق تمام؟ ده ما عايش شامس رسائلها ولما في تباعد قال يا أستاذ بعد كده بتنتشر الزراعة الكسيفة في المناطق الحرة والمعتدف أهمها محاصيل القامح والأرز والقط طب يا أستاذ عندي سؤال من تحت بيقول لي إيه؟ يا صاحب استخدام الآلات والميكانة الزراعية الحديثة في بعض مناطق انتشار الزراع الكسيفة نتيجة إيه أستاذ؟ ليه ما ينفعش استخدم آلات زراعية حديثة في مناطق انتشار الزراع الكسيفة؟ بسبب إيه أستاذ؟ صغر المساحات الزراعية بالصغر المساحات الزراعية الله ينور يا شباب قال لي بعد كده يا أستاذ أنا عندي آخر زراعة اسمها زراعة المتقدمة آخر زراعة اسمها إيه شباب؟ زراعة متقدمة زراعة عملها متقدمة دي منها برضو زراعة التجارية والعلمية يبقى أنا الزراعة المتقدمة نوعين كسيفة وتجارية والعلمية الزراعة التجارية والعلمية دي تهدف للربح الماد تهدف ليه يا شباب الربح الماد أنا بزرع نوع واحد من الزراعة بزرع نوع واحد من المحاصيل بدخله في الصناعة تمام؟ بمعنى إيه يا أستاذ طبعا انتوا عارفين عندنا عندنا يا شباب زي ما انتوا عارفين في برند مشهور أو حاجة مشهورة زي المراعي بتاعت الألبان والزبادي صح؟ أو بتاعت بتاعت ريبتون دي بتاعت الشاي احنا بقى أنا بقول لك المراعي تقولي ريبتون بتاعت الشاي دي مايها ودي مايها دي شركة ودي شركة دي أهم الشاي بلبن يعني اه ايبقى أنا عندي المراعي يا شباب طبعا كلكم عارفينها صح؟ اه ايه اللي بتاعمله الشركة دي 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 نوع مبسط او مثال للزراعة للمياه الحديثة تمام؟ او الزراعة التجارية الحديثة دي أخدت ارض زراعية في الارجنتين اخدت ارض زراعية مساحة وساحة في الارجنتين دي بتاعمل بتاعمل يا أستاذ دي بتزرع محصل واحد اسمه البرسيم ده علف للحيوان جاي ببار تمام؟ بيأكل في البرسيم في الارض الزراعية في نفس المكان عاملة مصنع انتاج ضخ للألبان تمام؟ فمن هنا بتقدر بتاخد الحيوانات بتقدر تستخرج منهم الألبان فبتعمل الزباد والألبان بتاعمل 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 كل العالم يعني يا أستاذ يعني أنا أصلا بعم باخد أرض زراعية كبيرة بزراعها كلها قط وفي نفس الوقت بعمل مصنع باخد من الأرض زراعية بتاعمل قط بدخله المصنع بتاعي بطلع ملابس بصدر ملابس ما بصدرش قطن أصلا وما ببعش قط قط تمام معنى كده يا أستاذ أن مساحة الأرض دي بتبقى كبيرة طبعا عشان تكفح تحاجات المصنع تاني حاجة شغالة على المكانة الزراعية الصارمة في كل شيء فمن هنا يا أستاذ بتعمل إنتاج زراعي ده وبيبقى في فائض للتصدير وهدفها ربح ماد وبيبقى فيها ربح ماد تمام إيه بقى الزراعة التجارية العلمية تعرف بالزراعة الواسعة تعرف بالزراعية زراعة تعرف للإنتاج التجاري الضخم تعرف لها شباب إنتاج تجاري ضخم قال لي خصائصها تتم في مزارع واسعة في نطقات محددة تتخصص في محصول معين يئما ده بيزرع قمح يئما بيزرع قط يئما بيزرع أي أن كان المحصول اللي هي بتصنعه تستخدم فيها أحدث الآلات الزراعية والطلق العلمية الحديثة طب إيه النتائج لما استخدم أحدث الآلات الزراعية فاكرين لما قلت لكم لأنني لو استخدمت الآلات الزراعية هيكون أقل تكلفة قال لي يا رسول أدى إلى كل التكاليف وكلة العمالة الزراعية قلت عندي كده التكاليف وقلت عندي العمالة الزراعية أماكن انتشارها طبعا جنوب شرق آسيا حيث مزارع المطاط والشاي مزارع يا شباب المطاط والشاي إيه المطاط ده يا رسول يعني إيه المطاط قال لي المطاط ده حاجة بتيجي من أشجار المطاط اللي موجودة في الغابات اللي موجودة في مناطق يا شباب الغابات يبقى أي منطقة فيها غابات بيبقى فيها مطاط طبيعي طب إيه المطاط الطبيعي ده بنستخدمه في إيه في إطارات السيارات بنستخدمه فيها شباب في صناعة إطارات السيارات طبعا إطارات السيارات مش بتاع السيارات اللي ركبينها أبهات عشان تبقوا فاهمين يعني الموضوع هما لي يا أستاذ لا ترات السيارات بتاعت والديكو دي بتبقى معمولة من من مشتقات البترول يعني أما طبعا طبعا اللامبرجيني وال بم دابليو والكلام العالي ده ده بيبقى من الموقفات الطبيعة تمام تمام بس عشان تبقوا فاهمين يعني قال لي يا أستاذ قال لي كمان في جنوب شرق آسيا جنوب شرق آسيا يعني معنى كلمة جنوب شرق آسيا أنا بتكلم برضو باختصار عن الصين تمام ودول جنوب شرق آسيا زي مثلا عندي طايلة دي أشهر دولة في المرطات في العالم عندي مثلا البيتنامي الكلام ده لكن أشهر مكان لزراعة الشاي هو دولة الصين هي دولة يا شباب الصين طب ليه يا أستاذ الصين وشمعنا الصين في الشاي قال لي لأن الشاي أصلا في زراعة محتاج حاجات خاصة حاجات إيه يا شباب خاصة عايز تربة خفيفة عايز تربة إيه يا شباب خفيفة المنطقة تكون حر يعني معتدلة في درجة الحرارة الأرض الزراعية تكون معتدلة في درجة الحرارة بس الهوى يكون بارد الهوى يكون إيه يا شباب بارد وأمطار طوال العاب طب ألاقي الكلام ده فين في الصين موجود تمام الجيو ده فين في الصين تمام يا شباب قال لي يا أستاذ أنا عندي أماكن انتشار الزراعة العلمية الحديثة أو الزراعة التجارية العلمية جنوب شرق آسيا مزارع المطط والشاي وكمان في أمريكا الشمالية خاصة لولايات المتحدة الأمريكية قال لي حيثوا مناطق زراعة القمح ونطاق القطر قال لي وأوروبا يا أستاذ حيثوا مناطق زراعة القمح وأوروبا حيثوا مناطق زراعة القمح وأمريكا الشمالية حيثوا مناطق زراعة القمح والقطن. في اوروبا حيث مناطق زراعة القمح. لان اوروبا زي ما انتم عارفين فيها السهل الاوروب العظيم اللي واخد من غرب اوروبا معد وسط اوروبا بكتير صح? فدي بيبقى فيها مناطق زراعية شاسعة. فبيستخدمها زراعة علمية تجارية. او زراعة تجارية علمية. تمام? قال لي يا استاذ اهم المحاصيل في الزراعة دي قال لي المطاط القمح القطن الشاي. مطاط قمح قطن الشاي. مطاط وقمح وقط وشاي. قال لي طب يا يا سيد. مصر ايه المطاط ده ما عليش واسه. انشان يعني. انا قلت لك المطاط ده المفترض زي حاجة بيستخرجوها من اشجار اسمها اشجار المطاط في الغابات الاستوائية. في الغابات ايه? الاستوائية. المطاط ده يعني زي الاستيك كده يا سيد. لا اقول لك انا. مش في اشجار كده فيها زي حاجة سمغية. مادة كده بتنزل منها. ايه. ففي اشجار فيها فيها سمغ. سمغ العرب زي اشجار السانت دي. ايه. وفي اشجار تانية بينزل منها سمغة ايه بيدي اسمه مطاط طبيعي. المطاط الطبيعي ده بيتضاف له شوية حاجات وبنعمل منها اطارات السيارات الفارهة القوية. تمام? تمام. وده مشهور جدا اول دولة. بس هو ما بيتكارش. اطارات السيارات هتتكل ازاي. ما يمكن. يمكن لها. تمام. قال لي يا استاذ. عندنا بعد كده. اي من المناطق التالية تسود بها الزراعة التجارية والعلمية. جنوب اسيا. شرق امريكا الجنوبية. ولا وسط اوروبا ولا شمال افريقيا. اي من المناطق التالية تسود بها الزراعة التجارية والعلمية. جنوب اسيا. شرق امريكا الجنوبية ولا وسط اوروبا ولا شمال افريقيا. اي حد. جنوب اسيا. امريكا امريكا الجنوبية. طب امريكا الجنوبية ازاي بيقول ازراعة تجارية والعلمية. طب من عنده وسط اوروبا. في ازراعة تجارية والعلمية. طب يا استاذ في اسيا. جنوب شرق اسيا. جنوب شرق اسيا. ما هو جنوب لو انت بقى بسيط جنوب اسيا. هتبقى جزر اندونيسيا. صح? جزر اندونيسيا دي. نحية الهيد. لا وجزر وجنوب اسيا. اهم حاجة عندها جزر اندونيسيا. دي هتبقى ازراعة بسيطة. صح يا شباب? صح. اما جنوب غرب جنوب شرق اسيا الادصين. هتبقى ازراعة ايه? زراعة تجارية والعلمية. اللي ازراعة المطط والشاي. طب ما انا عندي وسط اوروبا. لازراعة القمح في وسط اوروبا. تمام? تمام يا شباب? قال لي طيب. نقول بسم الله. اول سؤال. نبتدي ناخد اسماء. ركزي في السؤال دايما. كل سؤال تتسيقلوها شاب ركزوا فيه. اول سؤال. اه داني على السحة السؤال ايه مسؤال? اول سؤال قدامك. تمام. دقل مسحات المزرعة بعدها بعدها احنا خصائص زراعة التي تمارس بوسط قرد. افريقيا. بالضبط. السؤال اللي بقى دورانا. بسرعة بسرعة عشان. مستر مصطفى بعث له قرد رياضة صح? انت جد ضخمة. تقوم بعض دور العلم ذات الحجم السكان الكبير بزراعة ارضها اكثر من مرة في العام الواحد وذلك بهدف توفير الاحتياجات المحلية. تمام يا رانا? تمام. السؤال اللي بعده مينة طولها? تمام يا بس. قد استخدام المكانة الحديثة في الزراعة الجريعي الى ايه? اه. كل التكاليف الزراعة? كل التكاليف الزراعة بالضبط. الله ينور يا مني. ساذا ملك? ملك مني يا مصطفى. ملك انت. هذا. اه ده اللي لا صحة رابعة لتاني صوت الزراعة يهمية كبيرة. دا رقم اربعة تتشابه الزراعة. تتشابه الزراعة كسيفة والزراعة وساعة في التصنيف. ممتازة الله ينور التصنيف. انهما الاتنين من التجارة. التجارة المتقق. الزراعة المتقدمة. عمر هاني. اه. اه. ده لأ صحيحة رابعة تاني شطة زراعة ماية كبيرة في العالم. اه يعني. اه. مصدر رئيسي لغزاء الانسان. صح. بالزبط. والمواد الخام للصنوعة. والمواد الخام للصنوعة. ده اهم حاجتين. الله ينور السؤال اللي بعده. اخر سؤال. يا سنو محمد. يعم يا. يعم يا وسكت بقى يا عم عمر خالد. اتفضل يا سيحة. بكر الشركات بس يعني. احزة اوجه اختلاف بين كل من. الزراعة بسيطة الزراعة متقدمة. اه. 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 ازراعة الواسعة. ازراعة الواسعة. ده بيتكلم عزراعة التجارية العلمية. اتفضل. ماشي. اه. الصراعة بسيطة. اه. عدم استخدام الآلات للحديثة. تمام. والصراعة ده متقدمة اللي هي اه. استخدام الاسليب الحديثة وكل التكاليف. تمام. اه. ودي ديك مساحة. تباعد. المساحات المزروعة. او تباعدة. تباعد المساحة المزروعة. اما الزراعة الواسعة هي. اه. اه. زيادة. المساحات المزروعة. الزراعة البسيطة تهدف للانتاج لسد حتى السكان المحلية. اما الزراعة الواسعة تهدف للانتاج التجاري الضخم. تمام يا شباب? ده يعتبر اول درس عندنا واول جزء من اول درس عندنا ان شاء الله بازن الله. افل الركورد ده عمر. زمن زمن ترجمة نانسي قنقر